اشتركوا في القناة مكون اخر من مكونات الرحمة وعنصر لا تجزأ من عناصر هذا الخلق القويم الذي بدأ الله به كتابه في قوله بسم الله الرحمن الرحيم والذي امرنا في حديث الاولية به وبالتخلق به هو مكون قيمة الاحسان قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون اذا الله سبحانه وتعالى امرنا وحثنا على الاحسان والمنظر الآن ان ننظر الى هذه القيمة من خلال الرحمة من خلال ان الاحسان في كل شيء انما هو جزء لا يتجزأ من الرحمة قال تعالى وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما انظر كلمة اف اصغر كلمة في اللغة العربية مكونة من حرفين عموم كلمات العربية مكونة من حروف ثلاثة لكن هذه حرف اف واقل شيء للدجر يقوله الانسان حتى اذا ضجر من نفسه لكن لا تواجه بها اباك ولا امك لماذا غاية الاحسان مما هذا الاحسان وكيف يتولد في قلبي انه يأتي من الرحمة فالاحسان نتيجة طبيعية للرحمة فاذا رحمت اباك ورحمت امك ورحمت ولدك فان الله سبحانه وتعالى يعني يصفك بالاحسان متى تكون محسنا عندما تقول لأبيك وامك قولا كريما قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزق بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينة اذا الانسان ايضا مطالب بالاحسان ليس مع الوالدين فقط بل مع عموم الناس وقولوا للناس حسنا واقموا الصلاة يعني كأن كلام الحسن قبل الصلاة عندما نواجه الناس نواجههم بالكلام الحسن وفي الحديث المسلسل بالحسن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احسن الحسن الخلق الحسن اذا الحسن والاحسان هو جزء لا يتجزأ من الرحمة نتيجة حتمية للإيمان بها وللتخلق بها الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة